السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم يخص مادة الإجتماعيات للمساوة التأذي نموذج الفرض الأول على بركة الله الفرض الكتابي الأول المكون التاريخ إذن في مادة التاريخ لتشغله على الوثيقة عند الوثيقة الأولى تقول أما الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 فقد ساعدت على إضعاف الأنظمة البرلمانية الديمقراطية وعلى تقوية الأنظمة الدكتاتورية بشكل عام وعلى المجيء بالنازية إلى الحكم في ألمانيا كما ساعدت الدول الدكتاتورية على التفكير في المجال الحيوي والعمل به مقتطف من عين السمد رياض 1999 تطول أحداث الدولية في القرن العشرين المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ببيروت صفحة 346 بتصرف إذن بالنسبة لهذا العنوان هذا فهو من مقتبص من مقتبصة هذه الوثيقة التي عندنا إذن مأخوذة من هذا العنوان نمر إلى الوثيقة الثانية يعني لكي تشيبوا على الأسئلة في مدى التاريخ فواجب واجب واجب قراءة الوثيقة بتأنين كي يتسنى لكم الفهم أعيد قراءة الوثيقة أما الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 فقد ساعدت على إضعاف الأنظمة البرلمانية الديمقراطية وعلى تقوية الأنظمة الدكتاتورية بشكل عام وعلى المجيء بالنازية إلى الحكم في ألمانيا كما ساعدت دول الدكتاتورية على التفكير في المجال الحيوي والعمل به إذن هذه الوثيقة الأولى لدينا نمر إلى قراءة الوثيقة الثانية الوثيقة الثانية إترى دخول هتلر براغ قدم فوراً إنذار إلى حكومة لوتانيا مطالباً بالتنازل له عن ميناء ميمل والإقليم المحيط به ولما كان جلياً أن التعهد الشخصي الذي أعطاه هتلر إلى تشومبرلين لم يكن له أي قيمة وأن المناورات نفسها بدأت بالنسبة إلى بولونيا كما سبق أن اتبع مع تيكوسلوفاكيا فقد اتخذت الحكومة البريطانية الآن خطوة حاسمة أعلنت فيها أن في حال حدود أي عمل من شأنه تهديد الاستقلال بولوني فإن بريطانيا تقدم كل دعم تستطيع تقديمه وكانت فرنسا متحالفة مع بولونيا ولكن تشومبرلين كان مخولاً بأن يعلن أنه إنما يتحدث بإسم فرنسا كذلك وبعد بضعة أيام احتلت إيطاليا الموانئ الألبانية بغارة سريعة وهكذا أعلن العدوان نفسه في منطقة جديدة ووسعت بريطانيا العظمى انطلاقها الجديد إلى حد الاندمام إلى فرنسا في تقديم ضمان لمساعدة اليونان ورومانيا شبيهة بتلك المعطاة إلى بولونيا المأخوذ يعني هذه الوثيقة مأخوذة من هذا العنوان إدوارد هيلت كار ترجمة سنير شيخاني العلاقة الدولية منذ مهاهدات الصلح لسنة 1919 و1939 دار الجيل بيروت طريق الأول 1992 من صعد 246 و245 إذن فهذا العنوان هذا هو مناش شخص هذه الوثيقة إذن المراد أول حاجة اللي غدا نصحكم بها هو أنكم خاصكم تقرأوا هذا النص لهذه الوثيقة قراءة متأنية كي يتسنى لكم فهل من أجل أنكم جاوبوا على الأسئلة المدروحة إذن سوف أمر إلى الأسئلة الأسئلة المتعلقة بالوثيقة فعندنا السؤال الأول اشرح أو اشرحي ما تحته خط في الوثيقتين فيما يخص الوثيقة الأولى عندنا المجال الحيوي وبنسبة الوثيقة الثانية فعندنا المطلوب أننا نشرحه هتلر من هو هتلر تعريف بهتلر نمر إلى ثانيا ضع أو ضعي الوثيقة الثانية في سياقها الزمني وكذلك المكاني سؤال ثالث استخرج أو استخرجي من الوثيقتين ما يلي؟ المطلوب أننا نرجعوا الوثيقة باش نجاوبوا لهذه الأسئلة من الوثيقة الأولى تفسيراً لفكرة المجال الحيوي نعطي واحد تفسير لفكرة المجال الحيوي بالنسبة للوثيقة الثانية المطلوب هو نعطي أسباب الحرب العالمية الثانية إذن المطلوب هنا باش نعطيه أسباب ديال حدوث الحرب العالمية الثانية سؤال الرابع ركب أو ركبي الفكرة الأساس للوثيقتين ركب أو ركبي الفكرة الأساس للوثيقتين الأولى والثانية سؤال الخامس حرر أو حرري بالإتماد على مكسساباتك فقرة مركزة ترصد أو ترصدين فيها الخسائر المادية والاقتصادية للحرب العالمية الثانية إذن مطلوب أننا نعطيه أحد فقرة ونحطو فيها جميع الخسائر المادية والاقتصادية اللي عرفتها الحرب العالمية الثانية الآن إلى مكون الجغرافية مادة الجغرافية عندكم فيها موضوع مقالي موضوع مقالي ليس بعد النقاط استفادت كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان من عدة عوامل في بناء قوتهما العالمية أكتب أو أكتبي موضوعاً مقالياً في المقاتمة العرض والخاتمة تحددين فيه أو تحدد فيه العوامل المفسرة للقوة الصناعية الأمريكية العوامل المفسرة للقوة التكنولوجية اليابانية إذن كانوا هدهما الأسئلة دي المادة الجغرافية عندكم فيها مقالة اللي خسكم تعتبر فيها العوامل المفسرة للقوة الصناعية الأمريكية وكذلك العوامل المفسرة للقوة التكنولوجية اليابانية هذا فيما يحص مكون الجغرافية إذن فلننتقل إلى مكون مادة التربية على الموطنة فيما يحص هذه المادة هذه فنظر منكم أنكم تعرفوا بعض المفاهيم عندنا عرف أو عرف المفاهيم الآزية ما هو التورات؟ ما هو التورات؟ تورات فني ما هو التورات فني سؤال ثاني ضع أو ضعي علامة في الخانة المناسبة إذن عندنا الجدول يضم خانة سين ومطلوب أن نقوله صحيح أم خطأ؟ تتحدد مسؤولية الأفراد إذا أترى التورات الوطني بالإنخلاط في تربية الأجيال على احترام التورات وتطويره صحيح أم خطأ؟ الجماعات المحلية التي تتوفر على مساحات غابوية في ترابها ليست ملزمة بحماية البيئة وإعادة التشجير صحيح أم خطأ؟ إذن نمر في السؤال إلى السؤال ثالث والأخير املأ أو املأي الفراغ بما يناسب من أهم المؤسسات الحكومية المغربية الوصية على حماية الموارد الطبيعية من تدهور وزارة الفلاحة وكذلك القروية و البحري المندوبية أي المندوبية للغابات وكذلك ماذا؟ ومحاربة محاربة ماذا؟ الوزارة المكلفة بإعداد ماذا؟ والماء و إذن هناك فراغات المطلوب أنكم تملقوا هذه الفراغات بالكلمات المناسبة ترجمة نانسي قنقر